أهلا وسهلا بكم مشاهدنا الكرام بعد متابعة أطوار المباراة القروية التي جمعت بين فريق الوطني والفريق البركينابي والنشرة الرئيسية نستهل النشرة المباشرة من قناة العيون والبداية بأهم العنوين في إطاري العنشطة الإنسانية الموازية لتدريبات المغربية الأمريكية المشتركة الأسد الإفريقي 2021 إقامة مستشفى طبي جراحي ميداني على مستوى الجماعة الترابية أملا قرب مدينة تفراوت ولقاء تواصل بالدخل نشطه فاعلون اقتصاديون من القطاعين الخاص والعام تمحور بالأساس حول الإمكانيات الواعدة لإستثمار بجهة الدخل ودي الذهب اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان العيون سمارات تعقد اجتماعها العادي الثاني المخصص لدراسة وتقييم الأنشطة التي قامت بها اللجنة بين الاجتماعين العادي والثاني وفي جديد الحالة الوبائية تم تسجيل 455 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد و335 حالة شفاء وخمس وفايات خلال الـ 24 الساعة الماضية أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل بعث صاحب الجلال الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى صاحبة الجلال الملكة إليزابيث الثانية عاهلة المملكة المتحدة وذلك بمناسبة عيد ميلادها كما بعث جلالة برقية تهنئة إلى السيد فلاديمير بوتين رئيس فدرية روسيا وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني كما بعث برقية تهنئة أخرى بعث صاحب الجلال الملك محمد السادس إلى فخامة السيد رودريغو راودوتورتي رئيس جمهورية الفلبين وذلك بمناسبة ذكرى استقلال بلاده تولت ردد الأفعال الدولية حول القرار الذي تبناه البرلمان الأوروبي بشأن المغرب بخصوص قضية الهجرة حيث ندد نواب برلمانيون أوروبيون أمس الجمعة بالطابع الغير المنتج لقرار المعتمد من طرف بعض زملائهم كما استغربت هيئات برلمانية وتجمعات إقليمية إقحام البرلمان الأوروبي في أزمة العلاقات المغربية الإسبانية دنواب برلمانيون أوروبيون بالطابع غير المنتج لقرار المعتمد من طرف بعض زملائهم بشأن المغرب وبالنسبة للنائب الأوروبي نيكولاي باي الذي رفضت مجموعته السياسية تصويت على نص القرار المثير للجدل الذي يستعد شريكا استراتيجيا بالنسبة للاتحاد الأوروبي يتعين إلقاء اللوم على الحكومة الإسبانية وقال النائب الأوروبي الفرنسي على تويتر إن الحكومة الاشتراكية الإسبانية مسؤولة إلى حد كبير عن أحداث سبتة باستضافتها لشخصية تنتمي للبوليساريو المنظمة الإرهابية المعادية للمغرب ومن جاهتي أكد النائب يونس أومارجي أن هذا القرار لا يجدي نفعا وقال لقد صوتت ضد هذا القرار لأنه عند ظهور صعوبات من الضروري تحفيز شروط الحوار الجيد وعدم إضافة صعوبات أخرى هذه مؤاخذات على هذا القرار الذي في رأيه لا يجدي نفعا وبحسبه فقد صوت جميع عضاء وفد فرنسا الأبية بالبرلمان الأوروبي ضد هذا القرار كما أكد النائب البرلمان الأوروبي بريس هورتوفو أن البرلمان الأوروبي ارتكب خطأا وافتقد لحكمة والنضج بتصويته على قرار ضد المغرب وقال النائب الأوروبي الفرنسي في حوار نشره اليوم السبت موقع عطل صينفو أن البرلمان الأوروبي ارتكب خطأا من خلال التصويت على هذا القرار والحكمة كانت ستتمثل في سحبه لقد تم دفع البرلمان الأوروبي في النهاية إلى إبداع رأيه بشأن نزاع إسباني مغربي حصري كان من الأجدى تسويته بين السلطات الإسبانية المغربية النائبة الأوروبية الفرنسية ناطالي لوزاو أكدت أن الشراكة المتميزة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب تكتسي قيمة أكبر من أن يتم زعزعتها وسجلت أن هذه الشراكة مبنية على تاريخ وتحديات مشتركة وعلى قناعة بوحدة المصير وبهذا المناسبة شادت البرلمان الأوروبية بعزم صاحب الجلال الملك محمد السادس على التسوية النهائية لمسألة القاصرين المغاربة غير المرفوقين في أوروبا النائب البرلماني الإيطالي ماركو ديمايو من جهته قال في تغريدة على حسابه في تويتر أنه يجب على مؤسسات الاتحاد الأوروبي تعزيز وساطة بين الإسبانيا والمغرب تأخذ معي الاعتبار المصلحة العامة بشكل لا يعرض للخطر العلاقات المتميزة مع المغرب الشريك المهم بالنسبة للتعاون مع أوروبا في مجال الهجرة من جهته عبر الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية نايف فلاح مبارك عن أسفه واستغرابه من القرار الذي صدر عن البرلمان الأوروبي والذي تضمن مراحضات وانتقادات لا أسس لها من الصحة تجاه سياسة المملكة المغربية حول قضية الهجرة غير المشروعة وأكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجية رفضاه لهذا القرار الذي يتجاهل جهود المملكة المغربية في مكافحة الهجرة غير الشرعية تجاه أوروبا وجدد البيان تضامن المجلس ودعمه الكامل لكل الخطوات التي تتخذها المملكة المغربية تجاه هذا الملف كما عبر مجلس النواب في الجمهورية اليمنية عن تضامنه الكامل مع المملكة المغربية إزاء قرار البرلمان الأوروبي بشأن المغرب مؤكدا أن هذا القرار لا يقوم على أي أسس موضوعية ولم يراعي سيادة المملكة المغربية وسياستها البناء في التعامل مع قضية الهجرة غير الشرعية وذكر البرلمان اليمنية في بيان على موقعه إلكترونية أنه يتابع القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن المملكة المغربية وجملة الاتهامات التي أوردها بحق المملكة وتحميلها مسؤولية أزمة الهجرة القائمة بينها وبين دولة إسبانيا كما عبر رئيس الجمعية الوطنية لساوتومي وبرانسيبي السيد ديلفيم سانتياغو داسنيفيس عن رفضه للقرار الذي تبناه البرلمان الأوروبي أمس الخميسة معربا عن أسفه للتدخل في أزمة ثنائية محضة وقال السيد داسنيفيس في تصريح إن البرلمان الأوروبي لا يمكنه أن يقحم نفسه في أزمة ثنائية محضة مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بأزمة ثنائية يمكن حلها بوساية دبلوماسية وأن طريق مفاوضات ثنائية مباشرة بين المغرب وإسبانيا وضف أن البرلمان الأوروبي يتعين عليه أن لا يتورط في هذه الأزمة في إطار الأنشطة الإنسانية الموازية لتدريبات المغربية الأمريكية المشاركة الأسد الإفريقي 2021 التي تنظم بناء على التعليمات السامية لصاحب الجلال الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية أقيم مستشفى طب جراحي ميداني على مستوى الجماعة الترابية أمنا قرب مدينة تفراوت إقليم تيزنيت ويقدم هذا المستشفى خدمات طبية وجراحية لفائدة الساكنة المحلية عبر فرق طبية مكونة من أطباء وممردين من القوات المسلحة الملكية والجيش الأمريكي تفاصيل أكثر في ربورتاجة لمحمد وهيبي وفؤاد الحرشة منطقة تفراوت تضاريسها وعرى يصعب على الساكنة اجتيازها لتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم وإقامة المستشفى العسكري الطب الجراحي الميداني بالجماعة الترابية أمنا يسر على سكان مختلف الدواوير وضمنهم السيدة عائشة تشخيص حالتهم صحية جئت لإجراء عملية الجلالة الحمد لله الكل على ما يرام لا أشكو من أي أعراض أشكر الطاقم الطبي والجراحي المستشفى العسكري الميداني شكل فرصة لتبادل التجارب وعبأ منذ خمسة أيام حوالي مئة طاقم من الجانب المغربي والأمريكي لتقريب مختلف التخصصات للمستفيدين يجتمل المستشفى العسكري الميداني على جناح للعمليات الجراحية ومختبر للتحليلات الطبية إضافة إلى وحدة رقمية للفحص بالأشعة والصدى ووحدة للتعقيم الطبي كما يضم وسائل وأجهزة طبية متعددة تمكن من تقديم خدمات في جل الإختصاصات إنها فرصة رائعة لكل من الجنود والطيارين الأمريكيين للعمل جنبا إلى جنب مع الجيش المغربي والهدف هو تعزيز تماسكنا وتحالفنا بشكل أفضل مع المواطنين المغاربة إقامة وتجهيز المستشفى العسكري الميداني تفاعلت داخل مختلف الطواقم منطلقاته استجابة نبيلة خدماتية طبية لمختلف الفئات وضمنهم النساء هناك برنامج من أجل الجراحة التي ستستفيد منهم بعض النساء وهو مبرمج إن شاء الله انطلقا من الأسبوع للمقبل ذلك الغرفة عملية لكي يتم تختمها على مختلف الاختصاصات الجراحية بين طب العيون طب الأنف الحنجرة والجراحة العامة ونحن كذلك طب النساء والتوليد أنا متحمسة لوجود هنا تمكنت من العمل في أقسام مختلفات واليوم أعمل في قسم العظام وطب الأطفال مدهش أن أتعلم من زملاء المغاربة الأطبة هم قرماء لأنهم يشاطرونني المعرفة صابرون جدا معنا جيت للمستشفى العسكري يشرفون هذا الناس كانوا يظلوني عينيانا كنت شكرتهم بزاف دابا بخير دابا بوليت كان شكرتهم مزيلا أعطوني اندادا جينا دوزنا هنا على حسب المعداء أعطونا الدواء استقبلوهم مزيلا الله يجهزون بخير شكرا جزيلا داخل فضاءات المستشفى العسكري الميداني كان للأطفال نصيب من الأنشطة الاجتماعية يقتصر دور المصالح الجمعية لتقديم على استقبال المواطنين وتوجيههم كذلك على تقديم الدعم نفسهم ومرافقتهم كما قمنا كذلك بإنشاء خيمة لاستقبال أطفال المرافقين لأبائهم حيث يقوم بمجموعة من الأنشطة التربوية ونقوم كذلك بإعطاهم مجموعة من الحمالات التحسيسية والتعوية وبالجزائر بقيت عشرة مكاتب التصويت خالية أو مغلقة في حين شهدت مناطق أخرى أعمال شغب حسب ما أفادت به مصادر إعلامية جزائرية انتخابات عبرت مختلف القوة المعارضة عن مقاطعتها وفي سياق آخر أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن القرار صادر عن اللجنة الملكية للحج في اجتماعها الاستثناء المنعقد في 23 يونيو 2020 المتعلق بالاحتفاظ بنتائج عملية القرى للوائح المنتقين ولوائح الانتظار بالنسبة لثنظيم الرسمي وثنظيم وكالات الأصفار السياحية الخاصة بموسم الحج لسنة 1441 هجرية سيبقى ساري المفعول لاعتماده خلال موسم الحج المقبل وأوضح بلاغ للوزارة أنها تلقت اتصالا اليوم السبت من وزارة الحج السعودية أبلغتها من خلاله أنه نظرا لما يشهده العالم أجمع من استمرار تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد وظهور تحورات جديدة له واستجابة لتحذيرات الصادرة من منظمة الصحة العالمية حول خطورة ازدياد تفشي العدوى والإصابة في التجمعات البشرية وامتثالا لمقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس البشرية قررت السلطات السعودية الاقتصار على إتاحة أداء منسك الحج لهذا العام 1442 هجرية فقط لمن هم داخل المملكة ومن مختلف الجنسيات في إطار الجولة التي تنظمها مؤسسة خلق الشركات بالبنك الشعبي حول جهويات الاستثمار تم تنظيم لقاء تواصل بالداخل حضره فاعلين اقتصاديين من القطاعين تمحور بالأساس حول الإمكانيات الواعدة للاستثمار بجهة الدخل والذهاب اللقاء حضره ولي الجهة إلى جانب المنتخبين ورؤساء المصالح الخارجية تفاصيل أكثر رفقة علي الحميميد ومحمد الدس بعد أن جابت قفلة مجموعة البنك الشعبي عددا من مدن المملكة هي تحط رحالها بالداخل كخامس محطة بغية إبراز مؤهلاتها وفرصها القطاعية الواعدة من خلال هذا اللقاء الذي تميز بمشاركة فاعلين من القطاعين العام والخاص لتعزيز فرص الاستثمار والنهوض بالحركة الاقتصادية للجهة اليوم وصلنا للدخلة التي اعتبرناها مرحلة مهمة جدا لأننا نرى فيها منطقة واعدة بالنسبة للاقتصاد المغربي عندما الإمكانيات في ميداننا الصيد وصناعة الغذائية وكذلك قطاعات السياحة وقطاعات أخرى لها من الإمكانيات الكثير ونحن نتمنى أن نكون مواكبين لهذه الإرادة ملكية وهذا الأهداف المتوخات من هذه العملية هو أننا نتمكنوا على مستوى الصادرات نقلصوا بما يقرب عن 34 مليار ديالدرهم من الحجم الصادرات وكذلك الرفع من 34 مليار ديالدرهم اللي غادين نقلصوا من الواردات والرفع من الحجم الصادرات بما يقرب عن 17 مليار ديالدرهم هي إذن مناسبة لتبدل وجهة النظر مع المشاركين والفعيلين الاقتصاديين والزبناء للحديث حول الميكانيزمات التي ينبغي تنزلها على أرض الواقع لإعادة إطلاق الاستثمار وإنعاش الاقتصاد بهذه الجهة لقد رأينا هذه المنطقة المليئة بالطاقات بداية بهذه الوجهة الساحلية الرائعة وكل القدرات الخاصة بتثمين هذه الموارد إذ سنكون بحاجة لفعل ذلك بسرعة لإعطاء الموارد قيمة موارد الطاقة الريحية والشمسية والتي تشهد استثمارا كبيرا بالمنطقة وأيضا المنطقة ستضع تركيزها بشكل كبير على السياحة والاستثمار السياحي يهم مرافق الترفيه والسياحة ستضع تركيزها بشكل كبير على السياحة والسياحة لكل كعرف بأن المشاريع المهيكلة التي تعرفها هذه الجهة والتي أعطيتها القضية لها صاحب الجلالة ملك محمد سديس نصر والله هي واحد مشاريع التي تشكلها دعامة أساسية واحد رفع أساسية فيما يخص تنزيل نموذج تنموية الأقاليم الجنوبية وهي التي تعزز مكانة جهات الدخل والذهب كبواب نحو إفريقيا وكمحطة أساسية بالنسبة لكل المستمرين التي عندهم آفاق وعندهم طموح أن تكون عندهم واحد الحضور في السوق الإفريقيا ولتحريك عجلة الاقتصاد المحلي ستصر مجموعة البنك الشعبي على تقديم هاليات الدام وحلول التمويل والمواكبة للفاعلين الاقتصاديين من طرف البنك الشعبي وشركاته التابعة وشركائه عقدت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان العيون سمار اليوم بمدينة العيون اجتماعها العادي الثاني وخصص الاجتماع لدراسة وتقييم الأنشطة التي قامت بها اللجنة بين الاجتماعين العاديين الأول والثاني بالإضافة إلى مناقشة التقرير السنوي للجنة برسم سنة 2020 تفاصيل أكثر رفقة محمد الفيرس وعبدالله المحمود تدعية جائحة كورونا عالميا ووطنيا وما أحدثته من تغييرات جذرية على مستوى المجال الحقوقي بمختلف بلدان العالم شكلت اختبارا حقيقي لعمل اللجنة خلال السنة الماضية رسمت مجموعة من التقرير والتي قدمت خلال الاجتماع العادي للجنة الخطوط العريضة لأبرز تدخلاتها وأنشطتها على مستوى الجهة في تكريس الفعل الحقوقي محليا من حيث تلعق الشكايات والتعاطي مع القضايا ذات الصلة بالمجال الحقوقي ورصد كل المعطيات المرتبطة بالحق في الصحة خلال جائحة كورونا وضمان استمرارية المرفق في تفعيل أدواره واختصاصاته اللجنة الجهوية كسائر اللجانة الجهوية وكالمجلس الوطني استمرت في ضمان استمرارية هذا المرفق العمومي في تلقي شكايات والتظلمات وفي التفاعل معه وفي رصد حقوق الإنسان رصد حالة حقوق الإنسان على المستوى الجهة وأيضا تدخل الاستباقي خصوصا في ضمان هذا الحق في المستشفيات بسبب الضغط الجماهيري على هذه المستشفيات وعلى الأطر الطبية من أجل استشفاء الحالات المصابة بكوفيد وأيضا الحالات المصابة بأمراض أخرى والتي أصبح كوفيد يؤثر على وجهة العلاجات هذه العمليات شكلت أيضا مجالا هاما لعمل اللجنة خصوصا لجنة الحماية معطيات أخرى ترتبط بأداء اللجنة خلال الفترة ذاتها أفصحت عنها تقارير اللجان الدائمة التابعة للجنة الجهوية للحقوق الإنسان لعيون الصمارة ورصدت هذه التقارير تتبع وتقييم فعلية حقوق الإنسان في البرامج والسياسات العمومية ووضعية حقوق الإنسان محلي وجهوي وأبرز الجهود الموجهة لتكريس الفعل الحقوقي بالجهة مع إبداء الملاحظة بشأنها الهدف من هذا التقارير وهو التطرق إلى الإجراءات والتدابر التي قامت بها الدولة على مستوى الجهة في مجال حماية الأشخاص خصوصاً في وضعية هجة كالأشخاص المهاجرين وأيضاً نزلاء المؤسسات السجنية في ظل جائحة كورونا ومدى ملاءمتها للالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان أيضاً تعمل اللجنة الدائمة على إنجاز تقارير يتعلق بالنهوض وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال السياسات العمومية بألجها وسيصدر خلال الشهور القادمة إن شاء الله كان عمل مضني من أعضاء اللجنة لمواكبة رسل هذه التطورات وهذه الأوضاع وإستار تقارير شأنها وبالموازات أيضاً كانت دورات تكوينية عن بعد لفائدة أعضاء هذه اللجنة لتطوير قدراتهم في مجال الرصد وفي مجال حماية وفي مجال أعداد تقارير في هذا الشأن أنشطنا في هذا السنة كانت تتركز على مجموعة من المحاور فيما هو في إطار التربية والتكوين على حقوق الإنسان حيث أننا شاركنا في ندوات تكوينية في دورات تكوينية لفائدة النزلاء المؤسسة السجنية وكذلك شاركنا بمجموعة مسلسلة من ندوات فيما يخص الدفاع عن حقوق المرأة وحقوق الطفل وكذلك في هذا الإطار كامل أننا شاركنا في إنجاز التقرير السنوي حول الصحة في ظل جائحة كورونا اللي كان بالأساس تطرقنا في الإجراءات والتتابير المتخذة من طرف مختلف القطاعات بالجهة تتألف اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان العيون الصمارة من ثلاث لجان دائمة لجنة دائمة لحماية حقوق الإنسان ولجنة دائمة للنهوض بحقوق الإنسان ولجنة تتبع وتقييم فعلية حقوق الإنسان بالسياسات والبرامج العمومية وينسجم عمل اللجنة مع ما تشهد الجهة من طفرة تنموية وتطورات متسارعة على مستوى تكريس الديمقراطية المحلية نظم سليوم بقعة يوم الساد بالعيون مراسم تسليم ثاقة نادي روتاري العيون بهدف نشر روح ومثل الروتاريين على السعيدين الوطني والدولي وهكذا تم قبول نادي روتاري العيون برعاية نادي روتاري الدار بيضاء ضمن روتاري الدولي من أجل توطيد سبل الإخاء بين الشعوب ونشر قيم الغير وبث الود والسلام بين أعضائه المزيد في متابعة لمحمد التروزي والصالح الرقيبي مراسم تسليم ميثاق نادي روتاري العيون كلمة هنا بالمناسبة نوهت بأهداف النادي الذي يسعى إلى نشر روح ومثل الروتاريين على السعيدين الوطني والدولي حيث أضحى نادي روتاري العيون جزءا من شبكة عالمية تضم أزيد من 1.2 مليون من صناع القرار المتضامنين وأربع وثلاثين ألف نادي لخدمة وإحداث تغيير المستدام في العالم وفي مجتمعاتهم وفي ذواتهم إحداث النادي بالعيون يسعى إلى تعميم فلسفة ومبادئ الروتاريين في جميع العقالم الجنوبية لا سيما في مجالة الصحة والمرأة والطفل والتعليم والماء وحماية البيئة وإحنا اليوم فخيرين حيث خلقنا نادي في العيون من بعد ما تخلق نادي في الداخل وهذا العمل الجبار وهو عمل شاركوا فيه واحد العدد ديال الأندية منهم النادي ديال الدار بيضالي وهو اللي يخذ المبادرة ممكننا اليوم نعبرو ونفرحو الوجود ديالنا في هذه المدينة اللي اكتشفنا التطور ديالها بواحد بواحد سرعة تم ميلاد نادي العيون لانضمامه الروتاري الدولي نشكر في هذا العمل نادي الدار البيضاء الأخ سيد أحمد بن مجدوب والأخ مليع عبد السلام العالمي على موكبتهم الانضمام لنادي الداخل ونادي العيون الروتاري الدولي الذي يحظى وطنيا بالرئاسة الشرفية لصاحب جلال الملك محمد السادس نصر الله ونطمح إلى العمل العمل الجمعوي والعمل الخيري التي تنص عليه هذه المنظمة الدولية بعد مراسم تسليم ميثاق نادي روتاري العيون جولة في أحد المرافق الصحية بالعيون والشروحات قدمت هنا للحاضرين حول عمل الفرق الطبية والوسائل المستعملة المخصصة لمرتاد المرفق جولة تفتح المجال لعمل أكبر وأكثر فاعلية لروتاري العيون لملامسة كافة المرافق الحيوية التي توفر الحياة الكريمة للمواطن وبدعم من المركز الوطني البحث العلمي والتقني بالرباط ورئاسة جامعة ابن زهر بأقادير احتضنت المدرسة العليا للتكنولوجي بالعيون ندوى علمية دولية بشاركة مع عدد المتدخلين ندوى بعنوان التعليم عن بعد وسياقات المأسسة وذلك بحضور مسؤولين في قطاع التعليم وعمداء كليات وخبراء في مجال التعليم عن بعد في المتابعة الغالي الكوارة وعبدالله المحمود التعليم عن بعد في منظمة التعليم العالي كان محور هذه الجاسة الافتتاحية لهذه الندوة العلمية جل المداخلات التمهيدية عرفت طرح تجارب عديدة لهذا التخيار الاستراتيجي الذي فرضته ظرفية انتشار وباء كورونا والذي دفع بعديد مؤسسات التعليم الوطنية إلى التخلي عن التعليم الحضوري والاتعانة بالتعليم عن بعد التزاما بالإجراءات الاحترازية لمواجهة الجائحة وهكذا يطرح هذا الواقع التعليمي الجديد نفسه رفقة تساؤلات عديدة وبدأ إلى تعليمية إلكترونية للتدريس والتقييم والامتحانات المدرسة العليا في هذه السنتين أو في سنة جائحة كورونا كانت قدمت كذلك مشروع كيف تطور التعليم عن بعد في المنصات الإلكترونية في تطوير الآليات والفعاليات لا بالنسبة للأساسدة ولا بالنسبة للطلبة وللنسبة كذلك الكبسولات ما بين التربط من بين الطلبة والأساسدة هذه الندوة قد تكون تمنعها أنها تخرج بأحد توصيات مهمة في مجال ما هي أفاق التعليم العالي في دل جائحة كورونا لأنها هي مسألة جديدة وجدت بغتا لم يكن هناك إعداد إذن هل تقول هذه الظروف حتمتنا ودفعاتنا لكي نجحوها لا نريد أن نقوم بالتعليم عن بعد غير شكلي لا نريد أن نقوم بالصفة احترافية وانتلاقا من هنا جبنا التحييزات الكافية والتحييزات الإلكترونية احترافية وتجهزنا بها بمساعدة من الجامعة والوزارة كذلك قدمت المشروع على تحويل الكلية إلكترونية يعني بما فيها الدراسة عن بعد الدراسة عن بعد أو للتعليم عن بعد في البداية كانت هناك مشاكل كما قلت بالنسبة لنا هناك أعداد كثيرة لا يمكن مواجهتها إلا عن طريق التعليم عن بعد كذلك بالنسبة للتعليم عن بعد طرح مشكل تكوين الأساسي لأن الأساسي لا كانوا مكونونين في التعليم عن بعد الكلية وضعت رهنا إشارتهم وشارت هذه الأساسي ما يسمى بصالدان روجيسرومون اللي كان يجي الأستاذ ويشجل اليكور دياله باش يبرمجها للطلبة هو باب للنقاش حول هذا الواقع التعليمي الجديد تفتحه هذه الندوة العلمية بين الباحثين والدارسين وحول السبول ورهانات مأسسة التعليم العالية الإلكترونية كمنهجية فرضتها الجائحة تضمن استمراريته ببيداغوجية ليس فقط في ظل الجوائح والكوارث بل كخيار استراتيجي يضمن الحق في التعليم للجميع في مجتمع أضحت فيه الرقمنة أحد دعائم المعاملات اليومية لسما في قطاع التعليم في إطار واحد تنافس من المجموعة من الجامعات المغربية حصلت المدرسة العلية التكنولوجية التابعة الجامعة بنظر على هذا المشروع المتعلق بهذه الجائحة الكورونا فيما يتعلق بالإطار القانوني والمؤسساتي للتعليم عن بعد في ظل هذه الظروف التي عيشها العالم كامل والتأثيراتها السلبية عليه ولضمان الاستمرارية البداغوجية لابد من وجود قانون ينظم العلاقة بين جميع المتدخرين في القطاع التعليم هذه الإشكالية تتعنينا جميعا سواء كمعلمين أساسد أو عمداء كليات أو باحثين ومحررين على مستوى مستقبلنا وعلى مستوى مهننا لأنه علينا أكثر من أي شيء أتأقلم مع تكنولوجيا المعلومات الجديدة التي لا يمكن الاسترناء عنها في تنمية البلاد وتنمية الجيل الذي سيصنع مغرب الغد هذا المشروع يجمع ما بين ثلاث مختبرات نحاول أن نجد بعض الأجوبة لمجموعة من المشاكل التي تعوق تعليم عن بعد من شقيه أولا البداغوجي يعني من ناحية الجديد البداغوجي وأيضا من ناحية القانونية وهكذا وكنتاج لواقع الجائحة أفرز التعليم عن بعد نقاشا عالميا وكذا وطنيا حول تشريعات مطلوبة على المستوى الوطني والسبل إنجاح هذا البعد المستجد عبر ملامسة التداخل بين الإطارين القانوني والبداغوجي وذلك من خلال وضع تصورات قانونية وبيداغوجية لضمان استمراريته ببيداغوجية فعالة تستجيب لكل الرهانات والظرفيات بشكل يعيد الجامعة ومنظومة التعليم العالي ككل إلى ريادة التكوين والتأطير والبحث العلمي وعشية اليوم بالعيون دعت جمعية الابتكار التربوي والتأهيل المهني أزيد من مئة تلميذ وتلميذة من الحاصلين على معدل أو يساوي أو يفوق 17 في الامتحان الجهوي للسنة الأولى بكالوريا العامل فائت إلى ورشة تكوينية مجانية من أجل تقوية قدراتهم وإعدادهم لاجتياز مباراة الطب والصيدلة الورشة أقيمت بشراكة مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة العيون الساقية الحمراء في المتابعة علي الكبش وعبد الله المحمود كلية الطب والصيدلة العيون مشروع حلم هو الأول من نوعه بالجهات الجنوبية الثلاث بنية علمية وفق فلسفتها ستعزز العرض التكويني محليا وتقرب تخصصات علمية من طلبة الأقاليم الجنوبية بعد أن كانت حكرا على مدن بعينها الورش الأكاديمي تستمر به أشغال البناء والتشييد لترجمته واقعيا وفتح أفق التكوين في مجالات الطب والصيدلة بعيون الساقية الحمراء فكيف تتعامل المنظومة التعليمية المحلية مع مشاريع الطلب الراغبين في ولوج الكلية ما بعد الباكالوريا الموسم المقبل نقوم بتعطير تلاميذ الذين سيتوجهون للكليات أو الجامعات ذات الاستقطاب المحدود قدم علينا أو تطوعنا دكتورتي وأستاذ لتعطير الأساتذة أولا في هذه الجهة ولتبيان تلاميذ توجه وكيفية التعامل مع كل المباريات التي سيقدمون عليها خاصة أن العيون إن شاء الله ستفتتح كلية الطب وبالتالي نحن نطمح من خلال هذا التعطير على أن يكون عدد ناجحين من هذه المنطقة أكثر من 50% إن شاء الله من بعد استهداف تلاميذ لإجتياز انتحانات الباكالوريا في ظروف جدا عادية وتقوية قدراتهم جل الأميوم بالطور على الإعداد لما بعد الباكالوريا وخصوصا كلية الطب والصيدلة لأن كان عدد قليل من أبناء الإقليم لكي يحالفهم الحط إذن فكرت الجمعية بإطار شاركتها مع الأكاديمية أنها تبرمج هذه الدورة التكوينية لفائدة التعامل لتقوية قدراتهم لجتياز هذه المباراة ولكسب أكبر عدد من المقاعد إن شاء الله عبر الصور والمتضمن فيها من نماذج الامتحانات طرق أبواب الكلية خلال العام القادم تناوب ذوي الاختصاص في التكوين على تقريب كيفيات التعامل مع مباراة الولوج جنبا لأساسيات التحضير الجيد لتفادي التيه خلال عمليات الإجابة كانت هناك عدة ورشات استهدفت أولا تحسيس تلاميذ بالإطار المرجعي لامتحانات لهذه المباريات كما تم تحسيس التلاميذ ودعمهم وتوجيه قصد إعدادهم لتفوق في مباراة الولوج إلى كلية الطب والصيدالة بموازاة ذلك تركيز وهدوء بين التلاميذ بحثا عن التمكن من آليات التعاطي مع الامتحانات واستيعاب حزمة التوجهات العملية بمقابل استحسان أولياء الأمور محتاجونا حقيقة لهذا من أجل التحضير الجيد لولوج مباريات علوم الصحة والصيدالة إلى جانب الطب العام ونحن نثمن هذه المبادرة شفنا العديد من الأمثلة على مباريات الولوج للطب والصيدالة وكانت أكسيفيد تلي ناجحة الحمد لله وعاونونا الأساسي دا والغطر باش نناخدوا شفكرة عامة على كيفاش كي تحطوا المباريات فرحتنا لا توصف بأن هذه الكلية تبلغتها الأول عام فرحتنا ما كنت توصش في هذه المبادرة هي دي اللي عاونوا فيها الدراري وعطوا من جهدهم من وقصهم باش يجيوا يجوا من المدينة لمدينة راوح الحاجة راوعة الإعداد الجيد للتلاميذ غاية سعت المنظومة التعليمية المحلية إلى تذويب صعابه أمام الطامحين في استكناه مهن النبل وجعل التلميذ المحلي قادرا على تجاوز عتبة اختباراتها القبلية في جديد الحالة الوبائية أعلنت وزارة وصحة اليوم السبت أن سبع ملايين واربع وتسعين الف وستمائة وإحدة وتسعين شخصا تلقوا الجرع الثاني من اللقاح المضاد لكوفيد تسعة عشر فيما بلغ عدد المتلقين للجرع الأولى تسع ملايين وثلاثمائة وثلاثمائة وستين الف ومئتان وعشرين شخصا وذكرت الوزارة في النشر اليومية لنتائج الرصد الوباء لكوفيد تسعة عشر من جهة أخرى أنه تم تسجيل أربعمائة وخمس وخمسين حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد وثلاثمائة وخمس وثلاثين حالة شفاء وخمس وفيات خلال الأربعة والعشرين الساعة الماضية وبخصوص الحالات الجديدة المسجلة بالجهات الجنوبية تم تسجيل ست حالات بجهة العيون الساقر الحمراء وأربع حالات بجهة الدخل ودي الذهب وثلاث حالات بجهة جريميم ودنون نظمت جمعية روابط للأعمال الاجتماعية والبيئة والتنمية ببجدور لقاء تواصليا تحت شعار حب الأوطان من الإيمان بحضور فعاليات جمعوية بالمركز السوسيوميهني التحدي لقاء تخللت فقارات توعوية وتحسيسية تروم زرع القيم الإيجابية داخل المجتمع اليوم كان يوم لقاء تواصلي مع بعض الفاعلات والشباب بالإقليم الهدف هو التصالح مع الذات القيام بالأدوار المناسبة لكي نكون في مستوى المجتمعات بعيدا عن كل حيثية بعيدا عن كل شيء نعم للذات نعم للتصالح نعم للفكر الإيجابي وهذا هو هدف الجمعية هو إيصال الأفكار الإيجابية للمواطنين محافظة على مجتمعاتهم للمحافظة على رقي أفكارهم حق الله ورياضيا تفوق المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم على نظيره البركي نابي بهدف لسفر في المباراة الودي التي جمعتهما مساء اليوم السبت على أرض يتيم العب المركب الرياضي الأمير مولاي عبدالله بالرباط وسجل الهدف الوحيد في اللقاء الذي قاده الحكم المورتاني بوه عبدالعزيز اللاعب المتألق أشرف حكيمي في الدقيقة الواحد والخمسين من عمر المباراة وتدخل هذه المباراة الودية في إطار استعدادات المنتخب الوطني الاستحقاقات القادمة المتعلقة أساسا بكأس أفريقيا للأمم 2021 وتصفية كأس العالم قطر 2022 أما الآن فنتوقف مع جديد الصحف في قراءة لغالي القرحي نستهل جولتنا في مواقع الإخبارية الجهوية من موقع الصحراء الإخبارية وكتب ذكرت مصادر مطلعة بأن شركة الخطوط الملكية المغربية قررت إطلاق خطها الجوية المباشر الرابط بين باريس والداخل ابتداء من الثامن عشر يونيو الجاري وذلك بشراكة وثيقة مع المكتب الوطني المغربي للسياحة وقالت الشركة في بلاغ لها أنها ستقوم لأول مرة في تاريخها بالربط الجوي المباشر بين الداخل والقارة الأوروبية باستثناء جزر الكاناري عبر رحلة لباريس لا تتجاوز مدتها أربع ساعات ونصف وأوضح البلاغ أن الشركة الوطنية تضع رهن إشارة زبنائها رحلتين في الأسبوع يومي الثلاثاء والجمعة وستبرمج الرحلات انطلاقا من باريس في الساعة التاسعة وخمسة واربعين دقيقة صباحا لتصل إلى الداخل في الثانية وخمسة وعشرين دقيقة زولا كما تبرمج الرحلات انطلاقا من الداخل في الثالثة وخمسة وعشرين دقيقة زولا لتصل إلى باريس في السابعة وخمسة واربعين دقيقة مساء ومن موقع الصحراء الآن نطالع عبر أعضاء بالبرلمان الأوروبي من مختلف المجموعات السياسية في سرسبورغ عن رفضهم مبادرة بعض زملائهم لتمريل قرار معادل للمغرب وقطع هذا القرار المثير لجدل الذي قسم البرلمان الأوروبي لأنه لم يحظى بالدعم المتوقع أزيد من نصف أعضاء البرلمان الذين اعتبروا أنه من غير المناسب ومن المتهور استعداء المغرب الشريك المهم للاتحاد الأوروبي في هذا الصدد قال النائب تشيكي توماس زيتشوفيسكي في بيان وجدت صعوبة في دعم هذا القرار وصوت ضده لست متأكدا من أنه يجب أن يؤخذ على محمل جده لأنه يستند إلى مزيج من الأخبار المزيفة وأوضح أن هذا القرار له نتائج عكسية بالنسبة للعلاقة بين المغربي وإسبانيا موقع طنطان 24 كتب ينظم الفرع الجهو للنقابة الوطنية للصحافة المغربية بقليم وادنون حفل تسليم جائزة وادنون للصحافة والإعلام بدعم من مجلس جهة قليم وادنون دورة المرحوم الده محمد الغرف تحت شعار تثمين الكفاءة الإعلامية رهان أساسي للرقي بالمهنة وتسعى هذه التظاهرة في نسخة الأولى إلى تحفيز المشتغلين في الحقل الإعلامي بجهة قليم وادنون على المزيد من العطاء فضلا عن ضمان التسويق الإعلامي للجهة وتشمل جوائز المسابقة أصناف الجائزة الكبرى للصحافة والإعلام لوادنون للصحفيين المهنيين الجائزة الجهوية للصحفيين المهنيين جائزة المراسلين الصحفيين بالجهة جائزة أندية الصحافة بالمؤسسات التعليمية ومن أجل تقييم الموضوعي ومستقل الأعمال المشاركة تم إحداث لجنة تحكيم مختصة ضم أكاديميين ومهنيين ومهتمين يترأسها الصيد عبداللطيف بن صفية مدير المعهد العالي للإعلام والاتصال ومن جريدة الداخل المباشر نختم جولتنا في الصحفي الجهوية حيث كتبت من المرتقب أن يعقد المجلس الجهوي للداخل آخر دورة في عمر المجلس منذ انتدابه والتي ستجري في شهر يوليوز المقبل وفي هذا الصدد وطبقا لأحكام القانون التنظيمي رقم 1111-14 المتعلق بالجهات الصادر بتنفيذه الظاهير الشريف رقم 1-15-83 الصادر في عشرين رمضان 1436 الموافق للسابع يوليوز 2015 ونظام الداخلي لمجلس الجهوي عقد مكتب الجهة اجتماعه مساء يوم الجمعة 11 يونيو برئاسة السيد الخطط ينجى رئيس المجلس الجهوي قصد التحضير لجدول أعمال دورة المجلس الجهوي إلى شهر يوليوز 2021 وقد حضر هذا الاجتماع نواب رئيس المجلس الجهوي إلى جانب السيد المدير العام للمصالح وسيد مدير شؤون الرئاسة والمجلس ومديرة الشؤون المالية والإدارية والمرافق بالجهة وقد تضمن هذا الاجتماع إعداد جدول أعمال الدورة القادمة لمزج جهة الداخل ودي ذهب انتقل إلى عفو الله تعالى المرحوم ماء العينين محمد فاضل والمحمد والشيخ جيه والشيخ ماء العينين عن سن تناهز 65 سنة الفقيد ينتمي لقابلة الشيخ ماء العينين انتقلت إلى عفو الله تعالى المرحوم السلكم المختار والمحمد والبركة عن سن تناهز 94 سنة الفقيد تنتمي لقابلة أيت ياسين وانتقلت إلى عفو الله تعالى المرحوم السلم من تنبارك والسالم والعلي عن سن تناهز 84 سنة الفقيد تنتمي لقابلة أيت الحسن كما انتقلت إلى عفو الله تعالى حليمة من تحمد والعقيد عن سن تناهز 52 سنة الفقيدة تنتمي لقبيلة فيغات تعمد الله الجميع بواسع رحمته والهم دوهم الصبر والسلوان وإن لله وإن إليه راجعون أما الآن فنتوقف مع الورقة الخاصة بأحوال الطقس حيث من المرتقب أن يظل الطقس حارا نسبيا إلى حارا محليا بداخل المنطقة فضلا عن هبوب زوابع رملية بأقسى الجنوب ودرجات الحارة الاستهلة من عاصمة الرباط 23 درجة 30 درجة مسجلة بالعيون 29 درجة مرتقبة بقليميم و39 درجة مسجلة بأسا 25 درجة مرتقبة بالداخل 43 درجة مسجلة بأوسرد حالة البحر متوقع أن يكون هائجا إلى محليا قليل الهيجان وعلو الموج سيتراوح ما بين المتر ومترين ونصف طلع الشمس بحول الله سيكون على الساعة السابعة صباحا ودقيقة أما الغروب فسيكون بإذن الله على الساعة الثامنة مساء و43 دقيقة أما بالنسبة لدرجة الحارة المسجلة ببعض المناطق المجاورة لبلادنا 27 درجة مسجلة بالواكشوت 43 درجة مرتقبة بزويرات و44 درجة مسجلة بأطار و36 درجة مرتقبة بماماكو التذكير بأهم مضامين النشرة في إطارية الأنشطة الإنسانية الموازية لتدريبات المغربية الأمريكية المشتركة الأسد الإفريقي 2021 إقامة مستشفى طبي جراحي ميذاني على مستوى الجماعة الترابية أملا قرب مدينة تفروت وتابعنا لقاء نتواصل بالدخل نشطه فاعلون اقتصاديون من القطاعين الخاص والعامة تمحور بالأساس حول الإمكانيات الواعدة للاستثمار بجهة الدخل والذهب اللجنة الجاوية لحقوق الإنسان العيون نصمار تعقد الشماعة العادية الثاني المخصص لدراسة وتقييم الأنشطة التي قامت بها اللجنة بين الاجتماعين العاديين الأول والثاني وفي جديد الحالة الوبائية تمثل جيل 455 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا مستجد و335 حالة شفاء وخمس وفايات خلال 24 ساعة الماضية نهاية النشرة دمتم بخير شكرا على طبيع المتابعة وإلى اللقاء